البورسة السعودية أكبر بورسة عربية من حيث القيمة السوقية للشركات المدرجة فيها لكنها لا تعكس المركز القوي لأكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم أيضا فوائد مالية ضخمة الدولة تقدر بمئات المليارات من الدولارات ومثلها أيضا من الثروات الخاصة تعاملت البورسة السعودية على الرغم من أنها الأطخم عربيا إلا أنها تبقى متواضعة مقارنة بحجم الاقتصاد الكبير في ظل هذا الوضع يأتي القرار الأخير لمجلس الوزراء بالسماح بفتح السوق أمام المؤسسات المالية الأجنبية الأمر الذي يرجح أن يدفع بالأسهم السعودية إلى مستويات تعكس قيمتها الحقيقية والحجم الضخم لاقتصاد المملكة بالأرقام القيمة الرأس مالية البورسة السعودية تصل إلى 550 مليار دولار تسيطر عليها الشركات الحكومية العملاقة مثل السابق واتصالات السعودية إضافة إلى مصرف الراجحي هذا الرقم يعادل تقريبا حجم الأسواق الخليجية الأخرى مجتمعة ولذلك نرى سوق الأسهم السعودية تستحوذ على معادل ثلثي التعاملات في أسواق المنطقة ما تراهن عليها المملكة اليوم من خلال الفتح المزمع للسوق أمام الأجانب العام المقبل هو أن البورسة المحلية تتيح شركات غير موجودة في الأسواق الخليجية الأخرى هذا قد ينجم أو قد يرفع من أحجام التعاملات إلى مستويات جيدة لكن ما قد يشكل خيبة للسوق هو أن شركات الوساط الأجنبية قد لا تندفع بقوة نحوها ولن تكون التدفقات المالية كبيرة بالنظر إلى أن أسعار الأسهم السعودية في مجملها ليست رخيصة هنا لا بد من الإشارة إلى أن المؤشر الرئيسي للبورسة السعودية يجري تدوله عند حوالي 17 مرة ونصف المرة أرباح العام الماضي بمعنى أن مكررات الربحية عالية وأن المستثمرين سيدفعون سعرا أعلى مقابل كل وحدة ربع ربما يضاعف فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب حجم التدفقات المالية الأجنبية لكنه بالتأكيد سيجلب معه مخاطر جديدة منها على سبيل المثال زيادة حدة الحساسية تجاه الأخبار والتقلبات الخارجية وقرارات البنوك المركزية حول العالم والتي تتحكم في العادة بحركة بناء المراكز في أسواق المال ترجمة نانسي قنقر